اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم ومن ولا ايها الاخوة الكرام النهاردة موضوع خفيف وجميل وقصير رؤى احلام تبشرني بقدوم الخير الله اكبر هناك بعض الاحلام تبشرني بالخير عموما مش شرط ان الخير ده يكون ايه ممكن يختلف من شخص الاخر ولكن في خير قادم قد يكون تحيق امنية قد يكون رزق قد يكون الى اخيرة اول رؤية معنا رؤية عطايا الملوك باي شيء اي شيء الملك يهديني اياه او الرئيس او حتى اصحاب المناصب السيادية او منصب مرموق يهديني اي شيء خير قادم رؤية الطعام الذي لم يمسه النار يعني بعمل اكلة معينة بس لسه ما ادخلت لهاش الفرن لسه ما طبختهاش وهي طازجة لسه هذا رؤية تدل على قدوم الخير رؤية السمك الكثير في المنام واشعر انه ملكي ده بتاعي انا السمك كل السمك ده بتاعي انا او يقال لي في المنام ده خاص بك الى اخر هذه الامور فهذا رؤية تبشر بقدوم الخير ان شاء الله تبارك تعالى رؤية خروج القمل من الشعر وده رؤية بتزعج النساء اغلبهم يعني لما تشوف قمل في المنام وبتخرج القمل من شعرها قدوم خير كثير جدا ان شاء الله تبارك تعالى رؤية البيض الكثير عدد كتير جدا او عدد كبير جدا من البيض هذه الرؤية تدل على قدوم الخير إن شاء الله تبارك تعالى بالنسبة للرأي آخر رؤية معنا وهي رؤية الشعر الطويل والشعر ذا شكله جميل فهذه الرؤية تبشرني بقدوم الخير إن شاء الله انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته